أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج الجديد الإسلام تحت المجهر دي تعتبر الحلقة الأولى بنتكلم فيها أنا ومرينة على الإسلام في العموم بنحط مسائل معينة وبنحطها تحت المجهر أهلا بك يا مرينا أهلا بك يا فرحة والحلقات اللي احنا نعملها فكرتها هتكون مواضيع متنوعة وبنحط الإسلام وبندعي للمسلم أنه هو يكون معنا ويشوف معنا بالدليل والبرهان طبعا المراجع كلها تتحطى على الشاشة أن يفكر معنا ويراجع معنا ويحط الإسلام تحت المجهر ويشوف هل هو مش في طريق الصحيح ولا لأ وإحنا هدفنا طبعا بنحب المسلم وعايزون يعرف الحقيقة أمين النهاردة الحلقة هتكون بعنوان الرسول بيتساهل مع من ينكر الفرائد من المسلمين عادي خالص طب إزاي؟ الكلام ده إزاي؟ طبعا معروف يا مرينا أن الفرائد في الإسلام خمسة إيه هي؟ أركان الإسلام آه ده فرد ما فيش حاجة اسمها إيه وحتى الجهاد نفسه فرد آما هو اسمه روكن للوقع أركان الإسلام ماشي فرد يعني إيه حاجة غصبا عنك هتعملها دي مفروضة عليك بالضبط كده في كتاب نيل الأوطار كتاب الحدود وكله حيبقى موجود على الشاشة باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد يعني هو أصلا العنوان صحة الإسلام مع الشرط الفاسد بالضبط في عن رجل منهم إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاطين فقبل منه وفي لفظ آخر على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه يعني الرسول واحد جاله قاله أنا أدخل الإسلام بس بشرط أصلي صلاطين بس بالضبط كده أصلي صلاة واحدة بس قال له أوكي ما فيش مشكلة تعالى ما فيش مشكلة أدخل أه تخيلي واحد داخل هو اللي يتشرط على الله المفروض ده الرسول من عند الله ده مفروض يقول له لأ تشترت على إيه أنت بتشترت على الله لأ ده الصلاوات عندنا خمسة ها تشتري مننا أهلا وسهلا ما تشتريش مع السلام يا بابا طب وهو إيه اللي يكبر الرسول يعني يقبل الناس دي أصلي؟ هو مارينا الرسول كان معتمد على حاجة على الأعداد حواليه لأنه تقريبا عنده عقدة نفسية من الفترة الأولانية من أول تلاتتاشر سنة تلاتتاشر سنة بضعوا سبعين واحد منهم العيلة يعني منهم العيلة يعني منهم ابنته وابنه قصدي بنته ومراته مش عارفة إيه فاتعدي أبو بكر بنته مراته مش عارفة إيه فاتعدي فأعداد بسيطة جدا في تلاتتاشر سنة فقال لك إيه نعمل ديسكاون عارفة زي إيه زي السيل نعمل كده عشان يجيب الناس يجوا يشتروا نعمل إيه عرض العرض إيه مثلا خمسة في المية كده فهو عمل كده اللي يجي يشتري زي واحد بيجي يشتري من محل يقول له أنا مش هشتري الحاجة بالفل يفاصل اه بخمسة دولار اه يفاصل معي اه فاصل معي لا أنا مش هاخدها إلا بثنين دولار وماله اخدها بالضاعة عايزي غلق يلا هجيب معاك حد وحجيب هجيخلك البضاعة بتاعته يبيع بالأرخص في بقى عن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف دي قبيلة بحلها قبيلة الثقيف إذ بايعت جاية بايع الرسول يا إما حيقتلهم اه فقال اشترطت على النبي أن لا صدقة شو فيه حاجة مهمة عليها ولا جهاد لا حيطلعوا للجهاد ولا حيدفعوا فلوس وإنه سمع عن نبي بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون بعدين بقى لما يدخلوا الإسلام نجر رجلهم الأول أيوة ندخلهم الخية الأول وبعدين إيه يا مارينا يعني الجهاد ده شرط أساسي على فكرة شرط أساسي شرط عين يعني فرض عين فرض عين يعني في حالة حرب اللي يقول لا على طول فكرة الرجل اللي هو اسمه قال له ما تتغرينيش بالستات والجد بن قيس فده نزلت فيه آية وبهدلت آملو صرت التوبة تسعة واربعين بالزبط تسعة واربعين أوكي التوبة عشان لما بنقول للتوبة هيقول لابناء يقولوا أن عبد الحليم حافظ بيغني التوبة التوبة تسعة واربعين آه أصلهم أما صراحة يعني فيه دكة أنا هنقول حاجات دي بعدين آه فقال اشترطت على النبي أن الله صدقة عليها صدقة مفيش مش هنقدم صدقات مش هنقدم فلوس مفيش جهاد فقال لا خلاص بس هما يتصدقون وحيجهدوا بس غزبين عنهم لا كمالة الكلام بصي كمان يا فرحة عن أنس بيقول إيه قال أجدني كارها يعني أنا كاره مش طايق قال له إسلم وإن كنت كارها رواقح أنا مش طايق والحديث صحيح لو في حد مسلم بيسألنا ولا حاجة لا الحديث صحيح لا بصي اللي مش مصدقنا يروح يدور ورانا صح يعني فتش كده فتش فتش ورانا يعني إيه أصل تجبني كارها يعني أنا كاره الإسلام مش عايزه مش طايقه اسمها كده أنا مش طايقه طيب يا فرحة ده مش كده بيلموا منافقين حولك آه طبعا طبعا يعني دلوقتي الرسول هو صانع المنافقين مش بالمحبة أبدا الإسلام اللي دخلوه مش بالمحبة حب إيه حب إيه اللي انت جاي تقول عليه يبقى الرسول عارف إن الناس اللي جاي الإسلام منافقة مش عايزة تصلي ومش عايزة تصدق ومش عايزة كده هيا بس يقول لا إله إلا الله ويقول الشهادة التانية ده كده بيقى مصدر خلينا أقولك حاجة افتكرتها يا مارينا الشيخ محمود المصري لما طلع ليه فيديو مشهور جدا إن فيه واحد يهودي حبي يسلم واحد أسلمه بس كان سكري جدا جدا فقال له بس أنا بحب الخمرة قال له وما لو خدش الإسلام يعني وشرب خمرة عادي وبعد ما دخل الإسلام عمل فيه وفرحان قوي شيخ قال له للوقت أنت دخلت الإسلام أنت كده دخلت الإسلام لو خرجت من الإسلام تتقطع رقابتك لو أنت حتشرب خمرة حنجلدك فكده يعني بصراحة ونعم دخول الإسلام وحسن إسلامه وكده لازم يقولوها وحسن إسلامه الحمد لله على نعمة الإسلام خليني كمان نشوف سؤال فرحة راح لدكتور علي الشعيبي على القناة فضائية سورية فواحد بيسأل يعني بيقول له إنه شاف حديث إن عرابي كان بيصلي وقتين فقط فهل هذا الحديث أصل وما رأيكم وجذاكم الله خيراً؟ يعني الراجل حط الحديث ده اللي هو اللي اتصل أو اللي بعت الإسلام بعت السؤال حطه تحت المجهر آه فقال له أنا عايز أعرف الحديث ده فعلاً صح ولا لأ؟ فرح قال له الحديث المذكور ده ورد فيه عن نصر بن عاصم إلى آخر الكلام إن فعلاً فيه راجل أتى النبي فأسلم على أن لا يصلي إلا سلطين فقوب إلى ذلك منه ورواء أحمد وغيره وكمان قال له يعني بيشرح له الراجل بيشرح له بيقول له إن ده كان ذلك يعني ذلك منه تأليفاً له في الدخول إيه في الإسلام يعني فكرة تأليف القلوب حتى بالتنازل عن فرض من الفرائض وبعدين يقول له إيه ويؤمر بالقيام بكل الصلاوات بعد ذلك ويلقي الله في قلب الكبير يعني الشيخ محمود المصري مكذبش؟ لا هو بينفذ ده روح الإسلام وممكن يكون عاير في الحديث ده يقول لك أقلد الرسول أدخل الرجل وبعدين أقول له إيه؟ لا خلاص أنت مش ممنوع تشرف طيب أنا حسألك السؤال بقوة بسرعة هل المسلمات الأجانب اللي هما دخلوا الإسلام دلوقتي؟ مش حصل لهم نفس هل هما بيعرفوا كل حاجة عن الإسلام؟ لما يكتشفوا مثلا الزواج الصغيرة؟ طبعا أنت عارفة الأجانب عندهم دي كارسة؟ يقدروا يرجعوا في كلامهم؟ يعني على حسب هما في دولة إيه الدولة اللي هما تحكمهم؟ آه الدولة لكن الدولة العلمانية؟ آه هتديهم الحرية لكن لو في دولة إسلامية؟ لكن الإسلام أنا بتكلمي الإسلام آه لا هالإسلام ممنوع ممنوع من بدى لدينه فاقتلوه آه ما يعني آه طيب نرجع تاني للفينيل الأوطار للشوكاني بيقول إيه؟ هذه الأحاديث دليل على إنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرطه شرطا باطلا يعني مش فاسد بس لا ده باطل كمان اشطرت أي حاجة تعوزها بس تخش الإسلام وإنه يصح إسلام من كان كارها مش طيقه هو داخل منافق وأنا كرهه وإيه التيني اللي يخش الواحد فيه وهو كره؟ لا كمان جات لي فكرة يا فرحاني لما كانوا بيحط السيوف على رقاب الناس زي كيف أسلم أبو سفيان قال له اشهد إن لا إله إلا الله قبل أن تضرب عونك قال له أنا ما فيش شك فيها دي قال له اشهد إن محمد رسول الله قال له دي أنا شكك فيها قال له اشهد قبل أن تضرب عونك على يد العباس يعني كان كاره داخل استفع على رقابته نقطة بقى مهمة في الحتة اللي أنت بتتكلم فيها هو ما قال لهوش هتضرب عونكك فيه لا إله إلا الله لأن الراجل أبو سفيان مشاكك إن فيه ربنا ده مؤمن بإني لا إله إلا الله قال له طب وانا لا أنت لا أنا في النفس شك قال له هتضرب عونكك المصيبة في الحديث ده إيه؟ يقول لك فأسلم وإيه؟ وحسن إسلامه ما هلازم يقوله كده يعني هو نفس الفكرة أنه يسلم وهو كاره صح تحت الإكراه وهو كاره وهو تحت السيف صح خلينا نكمل النقطة بتاعة الفنيل الأوطار الشوكاني إن وافد ثقيف لما قدمه أو ثقيف أرجوك يا مسلمين موضوع الضمة والفتحة والكلام ده عدوه لنا لأن أولا أولا هو إحنا ما نعرفش لسننا مش لسن قريش ما نعرفش الحاجات دي فعدوه لنا لو سمحته نوافد ثقيف لما قدموا على رسول الله أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ده حلب سحلب كده يعني بيجبهم المسجد علشان قلبهم يرق طب أنت عايزهم يرق إليه قلبهم؟ طيب ماشي أنا حمشيهم على قلبهم يرق من ريحة الحاجات اللي كانوا بتعمل جوه المسجد آه ليكون أرق لقلوبهم بس بعد ما دخلوا لا رق ولا حاجة فاشترطوا عليه أن لا يحشروا شو فيه مهمة ولا يعشروا ولا يجبوا إيه بقى فقال الرسول لكم لكم أن لا تحشروا يعني إيه تروحوا الحرب الجهاد يعني ولا تعشروا ما تدفعوش وكمان لا خيرة في دين ليس فيه رقوع لا 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 دي بقى مش إيه مش هتنازل فيها بس هتنازل في حاجة تانية هم نفسهم قالوا إحنا ماش عايزين نصلي آه فقالهم لا خير في دين أيوة يعني هيدخل يعمل إيه يعني لا هيجاهد ولا يدفع فلوس ولا هيصلي عايز إيه يعني عايز إيه يعني داخل الإسلام يقول الشاهدتين بس نمشيه نمشيه أنا وإنت كده اللي أصلاها قبيلة هو الرسول مش كده لا عايزهم كلهم عايزهم كلهم فقال لهم إيه آه ليس ما فيش دين ما فيش رقوع بقى نخليك حلو بس ممكن بقى لو يعني تنازق ننازل نعمل إيه تخفيض في عدد الركعات وكده آه فدي نقطة مهمة جدا جدا فقال إيه لا خيرة في دين ليس في رقوع رقوع طب في حاجة تثبت أكتر بأن الشخص ممكن يخش الإسلام بشروط بطلة كمان هذا حاجة يعني يعني يا فرحة إحنا في المسيحية في واحد يجي يقول أنا هبقى مسيحي بشرط إحنا مش هنسمع أصلا مش هنسمع مع السلامة باي باي المسيح قال من لا يحمل صليبه ويتبعني إيه فلا يستحقاني والصليب هو الألام والطريق الصعب اللي هيتحمله عشان يمشي وراء المسيح المسيحية طريقها صعب مش الباب الواسع زي الإسلام كده وإيه وما فيش حاجة اسمها أنا أجي أتشار بالسلامة باي باي مع السلامة طبعا ده بيتحط الشروط على الشخص بيشوف قد إيه حيتحمل الكمية الإهانات والمسيح نفسه قالها قالها يعني إن اللي عايز يبيع يعني فيه حطة شروط اللي يقرى الإنجيل أنا بقول لكم يا مسلمين افتحوا الإنجيل ويقروا وشوفوا المسيح كان بيتعامل في الأمور دي إزاي يعني في مرة في إنجيل مش هحكي القصة كلها في إنجيل يحنى تكلم على المن النازل من السماء فقال كلام عسر جدا الناس بقت تمشي تلميذ من تلميذ ومشي وسبوه ما التلميذ مشي اللي اتناشر تلميذ بس لأ يعني من اللي كانوا ما حوالي الناس اللي بيتبعوا ابتدى فابتدى المسيح قال لهم إيه لهم وانتوا كمان بيكلم تلميذه اللي عايز يمشي يتفضل يعني إيه أنا إيه هو ده هو ده الكلام العسر اللي أنا بقوله لكم ده هو ده اللي عجبه عجبه اللي مش عجبه معه كامل احترامي ليه في كامل حريته المسيحية ربنا مش عايزنا نتبعه وإحنا مكرهين وإحنا متضايقين وإحنا مش عايزين نصلي لأ مش نفاق إحنا نتبع ربنا بالمحبة وإن إحنا بنحب ربنا عايزين نعيش معه أبدايا لأن الكتاب المقدس بيقوله نحن نحبه لأنه أحبانا أولا شفتي خلينا نرجع كمان نشوف نرجع بقى للإسلام عشان إحنا كده هنتكلم هاخدنا أنا أجي على المسيحية ونفسك كلم فيها على طول بصراحة نرجع للفتوى تاني مرة تاني بيقول إن أخذ الإمام أحمد بهذه الحديث يعني مش بس الصحابة والرسول أيام الرسول أخذ الإمام أحمد بهذه الحديث وقال وقال يصح الإسلام على شرط الفاسد شايفين؟ أي حد عايز يدخل الإسلام بشروط فاسده يدخل ثم يلزم شراء الإسلام كلها ولا يخفى أن هذا في من يرى تقليفه على الإسلام من غير المسلمين شوفتي بقى يعني ده مبادئ في الإسلام إن أنا ممكن أقبل الناس وأقبلها على شروط فاسده وبعد ما يدخلهم وأطمن إنهم قالوا شهاتين أقولهم أنا أضحكت عليكم طيب بص يا مارينا دلوقتي الرسول علم الناس اللي دخلوا جديد حاجة معينة تعالي بقى نشوف نوريك الرسول نفسه عمل كده والصحابة عملوا كده في موضوع فتح البري في شرح صحيح البخير قالك في موضوع الحج والعمرة يعني قالك عمر بن الخطاب قال إيه للحجر إنك لا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت نبي استلمك ما استلمتك يعني هو بيقلد الرسول حجر لا يضر ولا ينفع فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل الرمل ده حقولك دلوقتي إيه هو إنما كنا رأي نبي المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه الرمل ده عبارة عن طريقة ماشية معينة مع هز الأكتاف مع هز الأكتاف المشركين كانوا بيعملوها فالرسول كان بيعمل الحركة دي وهو بيلف حوله بيرائي المشركين بيرائي مين المشركين نشوف إحنا بنعمل حاجة نعم نزيقه عايزه نعم الفرق بينهم وبين بعض وبعدين الغد دلوقتي على فكرة لما تتفرجي في الموضوع دوت الحلقة الأسف خلصت على طول أنا بشكرك يا مارينا وأعزائي المشاهدين أنا بشكركم بخصوص هذه الحلقة فأرجو أنكم تحطوا الإسلام تحت المجرد لو عايزة تقولي حاجة سهية أنا عايزة أقولي أن حتى الرسول الإسلام كان بيعلم الناس الرياء وأن حواليه كانوا ناس مرائيين وهو نفسي كان مرائي ويرائي الناس فمش غريب جدا أن يقبلك ويدحك عليك ويقولك ودخل الإسلام وبعد كده إيه يقبلك على الفرائي بتاعت الإسلام بشكرك يا مارينا شكرا لك أشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجرد شكرا لك